اشتركوا في القناة الى قسمين القسم الاول نحو مضمون ذاتي من كيبدأ من صفحة سعود الى صفحة 36 اما القسم الثاني فعنوانه نحو شكل جديد وكيبدأ لنا من صفحة 36 الى صفحة 55 الاخوان ان شاء الله بحول الله الى استطعتوا انكم ضبطوا معايا مؤلف ظاهرة الشيء الحديث فما عمركم ستلقاوا مشكلة مع اتجاه نموذج او لا سؤال ذات او لا تكسل بنية او لا تجديد الرؤية ان شاء الله الى تبعتوا معايا هاد الملخصات فكما قلت لكم ما غاديش يبقى عندكم المشكل مع هاد الاتجاهات يقدر الملخص ديالنا يكون طويل شوية ولكن ان شاء الله غادي نمشي معاكم خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة حتى غادي تفهموا يعني تلخيص بالربعة ديال المؤلف اذا غادي نبداو تلخيص الفصل الاول يبدأ الفصل الاول بتتبع تطور تدريجي في الشعر الحديث تنقدر تطور تدريجي يعني بدءا من احياء النموذج وسؤال ذات وتكسل بنية وصولا عند تجديد الرؤية ويبين من خلاله المدخل شروط المدخل ديال الفصل الاول الشروط اللازمة لتحقيق التطور والتي حصر اهمها في الاحتكاك الفكري بالثقافات والاداب الاجنابية وشرط التوفر على قدر من الحرية اخوان كما كتشوفوا بعايا هاد الاني هاد الاني هاد الاني هاد الاني هاد الى الكلمات او هاد الاجمال اللي كتبتهم خطموا غاير فهما مهم من يعني اه فهذا الفصل هذا وشرط توفر على قدر من الحرية حيث أن شرط الاحتكاك الفكري في الشعر العربي تحقق منذ العصر العباسي والأندلسي إلى العصر الحديث وانتهى إلى التخلص من التقليد والعودة إلى التجربة الذاتية في حين أن شرط الحرية في الشعر العربي ظل محدودا لماذا؟ ظل شرط الحرية ظل محدودا مما ضيق مجال التطور في الشعر العربي وقد لخص أهم أسباب غياب الحرية في هيمنة علماء اللغة على النقد الآدبي إذن هيمنة علماء اللغة هما لم يخلوش يعني هذه الحرية للشاعر والتقيد بينهج القاصيدة التقليدية إلى أن جاءت نكبة فلسطين سنة 1948 التي زعزعت لوجود العربي التقليدي وفسحت مجالا واسعا للحرية فظهرت حركتان تجديديتان في الشعر العربي الحديث حركة اعتمدت تطور تدريجي في مواجهة الوجود العربي التقليدي وحركة ظهرت بعدين هي الوجود العربي التقليدي وكانت تجديد عندها قويا وعنيفا يجمع بين التفتح على المفاهيم الشعرية الغربية والثورة على الأشكال الشعرية القديمة شوفوا معي هاد يعني الأشياء اللي اكتبت باللون مغير فهي الأساس والمهم يعني في بداية أو لا يعني في كمولخص لبداية الفصل الأول هندوز دابا إلى القسم الأول من الفصل الأول للعنوان دياله نحو مضمون ذاتي لكي بدالينا من صفحة سعود إلى صفحة 36 إذن القسم الأول من الفصل الأول يبحث في العوامل التي أثمرت التجربة الذاتية وأولها تجاوز تجربة البعث والإحياء إذن على شخص يهضر لنا هذا الفصل ككل على تجربة ديال سؤال الذات أثمرت تجربة ذاتية وأولها تجاوز تجربة البعث والإحياء فكانت انطلاق التجربة الذاتي مع مدرسات الديوان نظر على سؤال ذات أو التجربة الذاتية نظر على ثلاثة المدارس مهمة وأساسية ونحن سنتعرف عليها إن شاء الله دابا سميت بهذا الاسم نسبة إلى كتاب ألفه العقد والمزيني وضع فيه مبادئ مدرستهم واسماها الديوان في الأدب والنقد هذا شعر اسمات مدرسة الديوان وتبلورت مع الرابطة القلمية وجماعة أبولو حيث أجمع شعراء جماعة الديوان هل مهم؟ هل مهم؟ حيث أجمع شعراء الديوان على وحدة مفهوم الشعر كيف أحده مفهوم الشعر؟ شنو قالوا فيه؟ إن الشعر وجدان وإن تباين مفهوم الوجدان بين العقد والشكري والمزيني إذن السوء لهذه الجماعة جماعة الديوان شكونا هما؟ هما العقد والشكري والمزيني فالعقاد يرى الوجدان مزاجا بين الشعور والفكر وغالب الطابع الفكري على شعره والشكري يرى الوجدان تأملا في أعماق الذات بأبعادها الشعورية واللاشعورية إخوان إني واحد العداد من الامتحانات قالوا لهم أعطينا رأي كل شاعر من شعراء مدرسات الديوان في هذه التجربة هذه إذن فمهم معنية هذه المسألة مهمة بزاف وغالب الطابع الفكري على شعره وشكري يرى الوجدان تأملا في أعماق الذات بأبعادها الشعورية واللاشعورية وأهمل العقل في حين أن المازيني يرى الوجدان تعبيرا عما تفيض به النفس من مشاعر والمعاني جزء من النفس هالشيء الإخوان تيتحفظ نحن ندوز إلى وبذلك تكون من رأس الديوان قدم هذا الطريق الاتجاه الرومانسي الذي بدأت تظهر بواديره مع تيار الرابطة القلمية ندوز إلى مدرسة أخرى والاتجاه أخرى هو الرابطة القلمية التي كان عامل الهجرة عاملا محفزا لنشأتها فوحد الذات الفردية لأدباء المجر من خلال نظرتهم للكون والحياة وشجع على الهروب إلى الطبيعة شكون جبران خليل جبران هو الهرب للطبيعة والاعتماد على الخيال شكون اعتمنا الخيال إليا أبو ماضي والاستسلام إلى حد القطيع مع الحياة وقد امتد إشعاع هذا الطيار إلى داخل الوطن العربي مع جماعة أبولو إذن شنود الندبة؟ ذكرنا تلاتة الجماعات وكل جماعة ورأيها في هذه التجربة الذاتية أو في شعر بصفة عامة مع جماعة أبولو فأصبحت ذات الشاعر مصدر للتجربة الشعرية وهيمنتها على موضوع القصيدة إلى حد الإفراط في الهروب إلى الطبيعة والإغراق في الذات والإحساس بالحرمان والعجز إلى أن إغراق التجربة في اجترار نفس الموضوعات عجل بالتغيير فجاءت نكبة فلسطين التي أخرجت الشاعر من قوقعة الذات إلى الحياة الجماعية تحده الرغبة في الخروج من ذائر التخلف وبناء الذات بعدما تشبع بالمفاهيم الشعرية الغربية إذن لاحظوا معي بأن كانت نكبة فلسطين يعني مفصلا إن صحة تعبير بين تجاه إحياء النموذج وباقي التجاهات الأخرى طبعا إذن فهذا كل ما يخص بتلخيص للقسم الأول من الفصل الأول إذن ده بغضي ندوز إلى الفصل أو القسم عفوا الثاني إذن القسم الثاني من الفصل الأول يحدد معالم هذا الشكل الجديد شنو هو الشكل الجديد؟ شنو قصده بشكل جديد؟ وتكسير البنية وجديد الرؤية فكانت لبداية مع مصالحة الشاعر ذاته ومجتمعه مع ما تطلبه ذلك من تحولات في القصيدة العربية سواء على مستوى اللغة إذن سنهضر هنا على مستوى اللغة إن صح التعبير أعلى مستوى الصور الشعرية أعلى مستوى البنية الإقاعية هات لتدحويجهم المهمين لخصكم تذكرهم ولخصكم تعتمدوا تركزوا عليهم في القسم الثاني من الفصل الأول ورانيك سبتهم بلون مغاير إذن اللغة وذلك بالانتقال من قوة ومتانة اللغة الإحيائية كانت قوية كانت تعني صعبة إلى لغة سهلة ويستردون ابتذال وقد كانت عندها باس محمود قد لغة الشعر عنده أقرب من لغة الحديث لغة الحديث اليومي إذن هذا الشيء إذا أريد أن تأكد من نوع ترجعنا صفحة 37 أما إلي أبو ماضي فلغة الشعر عنده اتخذت شكلا نثريا إذن لغة بسيطة وسهلة أو على مستوى الصور إذ أصبحت للصورة الشعرية وظيفة بيانية تخص التجربة أي تجربة الشاعر المتعلقة بالأحاسيس ويلا غير ذلك بدل الوظيفة التزيينية التي كانت عليها عند الإحيائيين هذا الشيء موجود في صفحة 41 وكان الاهتمام بالوحدة العضوية أي للقصيدة يعني على مستوى الشكل المضمون واضحا عند أنصار الشكل الجديد عبر الربط بين الأحاسيس والأفكار مما جعل القصيدة كائنا واحدا يعني مناش كائنا واحدا الفكرة والعاطفة وتسلس الأفكار في إطار الموضوع الواحد تكشي منسجم فيما بينه وقد نتج عن الربط بين المضمون والشكل الفني ربط القافية والوزن بالأفكار والعواطف الجزئية فتولد عن ذلك انسجام القافية مع عواطف الشاعر هنا البنية الإقاعية سنرع للإقاع الموسيقى عواطف الشاعر تتبدل بتبدلها صفحة 46 إلا أن هذا التوجه الجديد لقي مواجهة عنه فتتمثل في رفض الخروج عن اللغة العربية الأصيلة والتشبث بالقافية العربية مما حد من وثيرة التجديد وجعله يتوقف عند المستوى الذي وصل إليه صفحة 49 إضافة إلى عوامل داخلية عجلت بنهاية التجربة الذاتية فعلى مستوى المضمون نجد انحدار شاعر إلى البكاء والأنين إلى حد الضعف أما على مستوى الشكل فيتمثل في الفشل في وضع مقومات خاصة بالتجربة الذاتية إخوان كين فيكم اللي غادي قولي بأنك طولتي فالتلخيص لكن تنقول لكم بأنه إن شاء الله إلا اعتمتوا لها التلخيص لأعتدتكم ديال الفصل الأول إن شاء الله ما عمر يعني غادي تزقلوا شي حاجة في حالة ما أنت تعطتكم مثلا في المسيحان لأنه كين لك اعتكم الملخصات الملخصات قصيرة بزاف يعني عدد من الحويج أو المعلومات والأفكار كي يزقلها فدوك التلخيص لك اعتكم أنا أعتدتكم إن شاء الله منخص كامل يعني وأهم حاجة اللي أنتم ما تركزوا عليها هي هاد الشي وإن شاء الله هاد الشي في حالة ما أنت تعطتكم ضايرة شعر العربي وعطتكم الفصل الأول فما غادي شي خرجوا لكم على هاد الشي اللي أعتدتكم في الفصل الأول إذن أخوتي إلا كان عندكم شي تساؤل ترخليه لي في التعليق وإن شاء الله غادي نمشي إلا عد الناجة داع فما يخص للفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من ظاهرة الشعر لأحمد المعد والمجرتي وإلى الحلقة القديمة إن شاء الله